استأنفت وزارة النقل حركة قطارات المسافرين من بغداد إلى البصرة وبالعكس مروراً بالمحافظات الجنوبية بعد انقطاع دام أربعة أشهر وأوضحت في بيان لها أنه تم استنفار الجهود كافة ومضاعفة الطاقات لتهيئة وتسيير القطارات الحديثة المكيفة تمهيداً لانسيابية النقل يومياً لافتة إلى دور السيطرة المركزية لمراقبة حركة القطارات عبر منظومة تتبع جي بي اس المتطورة